ما خطرش مرة على بالك اول مرمية قطعة لحم في المية او رمية الرفعيش او اي حاجة من السمك بياكلها لقيت السمك الجمع عليها مرة واحدة ازاي السمك ده تجمع بسرعة كده على الرغم ان المكان ده لو انت بصت فيه مش هتلاقي فيه حاجة موجودة في القاع تبقى السمك ده تجمع بسرعة كده ازاي لو مهتم بالموضوع ده كامل مع الفيديو وسائل جذب الاسماك ازاي اجذب كمية اسماك كبيرة فما كانوا واحد يعني انا قعد في منطقة منطقة دي كبيرة في البحر وحوالها سمك بس تحتي انا مش شايف سمك مرة واحدة عايز اجمع كل السمك اللي عندي ده احطه قدامي ازاي اقدر اعمل حركة ازاي دي او ازاي اقدر اجمع كمية كبيرة قدامي بثلاث وسائل ممكن تقدر تجمع الموضوع ده وبكل سهولة اول وسيلة هو تجميع السمك بالنور في الايام اللي الامر فيها نمرة اتنين عن طريق الزفارة السمك مجرد ما يشوف زفارة بجمع عليها وده اللي احنا هناخدوك في الفيديو نمرة ثلاثة وسائل الصوت او خوار الصوت طيب خلينا نوضح النقطة الاولى وبعد كده نوضح النقطة التانية بعد كده نوضح لك النقطة التالتة علشان خاطر يبقى فيه تسلسل في الشرح النقطة الاولى هو تجميع السمك بالنور فيه سمك سمك يأكل عالنور شديد وفيه سمك يأكل عالنور دعيف مش لازمة انت جبته السمك ده بنور مهد النور يجلق كل سنة اجيبه مهد النور او انا جبته بنور شديد ان انا كل سنة ااخده بنور جديد يعني ايه تجميع السمك بالنور يعني ايه انور والسمك الجمع لما انت بتنور انت بهنا النور ده بيدي للسمك ضوء او بيعمل ضوء عالبحر الضوء ده بيعمل ايه؟ الضوء ده بيجمع حاجة على وش الميا اسمها الهائمات او الفيتو بلانكتور الفيتو بلانكتون ده عبارة عن عوالق مجهرية نباتية عليها يغضور او مادة خضرة المادة الخضرة دي اسمها كورورو فيل ايه؟ مادة كورورفيل ايه دي مجرد ما بتاخده الضوء بتعمل عملية تمثيل ضوئي بتاخده الضوء ده تحلله او تنتج منه سكر كليكوز عشان قادر تغز منه الكائن اللي هو او كائن ايه الموجود زي النبات عملية التمثيل الضوئي اللي خدناه في المدرسة اللي هو النبات اقدر واليخدور ياخد الضوء ويحلل هو وياخده يخليه سكر وبعد ما يبقى سكر يبتدي ان هو يغز به الجدور ويغز به باقي الشجرة نفس القصة دي تحصل على وش البحار مجرد ما الضوء ييجي الهائمات دي تتكمع تبتدي النهاية تعمل عملية التمثيل الضوئي وطبعا بتنتج لنا خمسين في المية او اكتر من خمسين في المية بالنسبة للأكسجين اللي اللي احلى بنشمه وبتاخد ثاني اكسيد الكاربون طبعا هي مهمة جدا يعني حتى قص موضوع موضوع الهائمات اللي موجودة على 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 تطح البحار دي عايز اقولك يعني غايف الاهمية لنا كحيات عشان كده الاحتباس الحراري او الحرارة الزايدة بتأثر علينا وهتأثر في موضوع الاكسجين لو بيحصل وده مش موضوع الحلقة احنا موضوعنا دلوقتي عن الفيتو بلانكتون يتجمع على النور ليه او من الفيتو بلانكتون يتجمع على النور دي عبارة عن نباتات اشكال نباتات معينة بالبالة دي كده بتجمع عليها حاجات حيوانية زي ديدان ديبة حاجات زي جنبري صغير ديدان صغيرة حاجات بص صغيرة هي مش جنبري يعني حشرات بتشبه الجنبري بص حشرات اعدادها رهيبة وكتير هي عبارة عن كائنات زغارة اسمها زو بلانكتون كائنات متعددة واشكالها متعددة هتلاقي منها شبه الدود وشبه القميبة وشبه كذا وشبه كذا اشكالها كتير جدا scoring دي بتجمع على ايه الي يخضور او بتجمع على الفيتو بلانكتون الحاجات اللي هي الخضرة طب ده استفيد منه ايه 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 انا كصايادي يعني يجمع فيتو بلانكتون ويخش عليه زو بلانكتون ويخش عليه كلام ده. الكلام ده بوضح لك ان فيه عاملة تمثيل ضوئي بالتم. تيه حاجة خضرة بتتكون. نباتات بتكون مجهرية ما بتشوفهاش. بتكون عليها حاجات زي الديدان. طب الديدان دي هتجمع كده? لا يجمع عليها سمك زغار عشان يكلها. طب السمك الزغار هيجمع وخلاص كده? لا يجمع عليه سمك اكبر منه عشان يجي يأكله. طب السمك الاكبر منه يجمع ويسكت كده? لا يجمع عليه سمك تاني اكبر واكبر فعشان يأكله. طب السمك الكبير يجمع عليه سمك سمك ياخد من اول الخضار الزغير ده لحد القرش. تخيل انت كل انواع السمك اللي بتعملها تتجمع. يجمع معاك بقى بص كل انواع السمك اللي هي موجودة في الحومة اللي عملها ايه? تتجوا معاك ده يجيلك ده وجيلك ده وجيلك بتعمل ايه? حياة بحرقة. طب السلسلة دي بتجمع عن طريق النور. ليه? عشان خاطر بيحصل عبية خوار للسمك. السمك لما بتتجمع بكمية كبيرة بيحصل عملية خوار بيحصل اصوات السمك بيسمع الصوت من بعيد جدا. سمك قوي جدا بيسمع الصوت. اول ما يسمع الخوار يتجمع ودي الخاصية اللي قلت لك ان فيه حتى فيه اجهزة نزلت بتعمل صوت الخوار او بتعمل صوت السمك عشان تجزب السمك للايه? لابا عملية الصد والصد صوت معروف بس ده مش موضوع الحلقة دي نتكلم عنيه في حلقة. تانية اا اول ما صوت السمك تجمع الاسراب دي تجمع وتعمل صوت يبتدي يجي لها سمك وجي لها سمك. اول ما هيجي السمك يجمع كمية كبيرة هيحصل عملية زفرة ريح هتوصل السمك ان فيه تجمعات هنا. يبتدي يجي على تجمعات تلاقي حفلة موجودة. سمك كتير من كل مكان في البحر. سمك عمال يجي لك باغلب مقاساته. طيب. هنا الصد النور يبقى سببه ان انت بتعمل حاجة اسمها سلسلة غزائية. نباتات مجهرية بتتجمع. يجمع عليها حيوانات صغيرة او حشرات صغيرة. الحشرات الصغيرة جمع عليها بسارية او جمع عليها وزفة. الوزفة جمع عليها سردينة. يجمع على داغة. بعد كي يجمع اه اجامي. يجمع بياضي. يجمع دراك. بعد كي يجمع الاخ الاخ حتى التونة. حتى القروج كل حاجة بتتجمع على الموضوع دوت وبتجمعها حسب المنطقة ما فيها سمك. وده عملية الصيد بالنور زي ما هي. طب هنا هل كل السمك بيبقى موجود في مكان واحد? لا. السمك هنا بيبقى في طبقات مختلفة. يعني ممكن بعد ثلاثة متر تلاقي بعض از. بعد خمسة متر او ستة متر تلاقي جروم. بعد مسلا عشرين تلاتين اربعين متر تلاقي مسلا دراك. اه قبل الارض بمتر تلاقي شعفن وتلاقي بهار. على الارض تلاقي بهار. فالسمك بيعيش في طبقات فانت بتعس الطبقات دي. والكنات طبعا بتلاقيها موجودة كنات الزغرة والعجمات وكل نوع السمك موجود انت بتعس في الطبقات. في مقاسات معانا احنا عارفينها او اصدادين فاهمينها يا صدقك ليش يقول لك ايه? الحبيل ده بيخش له بياد بالليل او ماسك فينش مثلا بيخش له بياد بالليل. لو هو بياد از يقول لك مسلا بعد خمسة متر اه هتجيب جلب صغير وتشك وزفتين من عنهم وتنزل تصطاد اه بعد خمسة متر. واحد يقول لك لا ده بخش سبعتاشر اياما او ستاشر اياما. بيخش له انمي وانزل بحي بالنفس اللعفة اللي موجود. كلمة السر هنا في عملية الصيد اللي بتحصل بالنور او عملية الحال بحرية اللي بحكي لك فادي اللي هي سلسلة غزائية ديت كلمة السر فيها هي الطعمة الحية. لو انت جبت طعم ميت وانزلت هبنش هتصطاد اه تصطاد حاجة ضعيفة جدا. لكن لو اصطدت بتعمل نفس الطعم اللي هو عمليجة لورا هتاخد سمك ما شاء الله هتاخد كمية كبيرة جدا وهتصطاد كويس جدا وهتبقى مية مية بس هي هنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان انت تعس على السمكة بين الطبقات تشوفها موجودة في اين طبقة او انت تكون عارف او معلومة معاك عارف ان السمك بيجي هنا في الطبقة الفلانية او انت تعس على خمسة متر عشرة متر عشرين متر عشرين متر عشرين متر قبل الارض بمتر تعس كل ده بعد ما تنور بساعتين بعد ما الوزفة والسردينة وكل جمع لأن الموضوع اللي سلسلة الغازية ده بياخد ساعتين بيجي اكتمل او تلت ساعات بيجي اكتمل وتلاقي حرب شغالة تحت فانت بتنزل في وسط الحرب اللي شغالة دي بلعفة من نفس اللعفة المية سردينة ومشككها من يعنيها شككها مندارها ونازل ورامت ومجاة السمكة كسرة عليك واغضاها على حسب السمكة اللي انت بتجيبها وده تجميع السمك الايه بالنور. طب تجميع السمك بالصوت صوت الخوار او صوت الاسراب بتاع السمك بيجمع السمك وفي الغطاصين دلوقتي بيعملوا اسوات بقوم زي صوت الحمام والصوت ده بيعملوا وبحيس ان هو يجزي بيه السمك وده موضوع هعمل له حلقة ان شاء الله خاصة فدي وسيلة من وسائل فرضو ايه تجميع الاسمك. ثالث حاجة هو وسيلة تجميع السمك عن طريق التسفير. التسفير ده انت ممكن ترمي غيف عيش في المياه. تبص تلاقي غيف العيش لما عليه سمك. طب انا بصص في المياه ما شفت السمك. طب السمك ده جي ازاي? وجي منين? ده انا كنت لسه شواء ببص ما لقيتش حاجة. انا عايز اقولك ان اول ما بترمي عيش في المياه. الطارات المائية بتاخد العيش وهو بتاخد ريحة العيش او بتاخد ريحة اللحمة او حسب المصيدة اللي انت موجود فيه. اول ما بترمي حاجة فيها زفر مثلا اه حيط السردينة حيط البياغة سمك معطع وترميه. الطار ياخد السمك يجرفه فالسمك يجري على المصدر بتاع المكان اللي جاي منه الزفر ده ويجم عليه. فانت كل ما المطار يجري في الريحة كل ما السمك اللي بعيد يقرب ويجي يقرب. عامل زيك انت كده لما تسمع صوت جامد يقول لك ايه? فيه كنبلة في القاعدة في الحتة الفلانية يقول لك ايه? اه تجري ناحة كنبلة تروح تبص او فيه صوت او فيه حاجة تجري تبص السمك برضو نفس القصة اول ما بيشين بريحة الزفارة بيجري ناحية الزفارة عشان قاطر نوع من انواع الاستحساس يجوف ايه دوت نوع من انواع الافتراص روحي يفترس نوع من انواع التطفل سمك متطفل جدا على فكرة السمك كائن متطفل بطريقة غريبة الشكل. السمك اول ما يحصل عاملية زفارة يجري جمع الزفارة عن طريق الزفارة انها بتمشي مع التغارات المائية اللي هي موجودة فيبتدي ان هو يجي لك في لحزة اللي لحزة تلاقي جمية سمك كبيرة موجودة عرغم النتاح ايه مفيش. طب انا رميت عيش السمك اللي بيأكل عيشة السمك اللي بيأكل حاجات فيها كربه هدرت عالية هيجي لك بسرعة. طب رميت حاجة في لحمة السمك اللي اكل لحوم اي سمك اكل لحوم بيأكل كل انواع اللحوم ومشارة انواع معين. شمحاتي يقول لك ايه لا اصلا الطعماء الفلانية افضل طعماء طعماء الموجودة في البيئة اللي عنده. فلو خدت طعماء بنفسي بيقى تعطيها يجمع لك في لحزة الا لحزة وكل ما الطعماء كونتوزة هتلاقيي لك اكتر واسرع لان الريحة هنا بتنتشر ده غير ان السمك اصلا تتزوج خارجيا عندها برا عم تتزوج خارجيا برا جسمها والكلام ده قلناه في حلقة قبل كده يعني زمك تتزوج من تحت ده انه تتزوج من على اطراف زعانف يتتزوج من على من على شفيفه من برا وهو قاعد قافل بقه قاعد كده تبص تلاقي الريحة جايله عمل يشوف المصدر الريحة فين ويجري اتجاه الريحة ويروح مسافة طويلة كمان ويروح يبص على الريحة ويجمع وياكل ويفترس ولو لقى سمكة تفترس يفترس والسمك عنده سلوك يعني اقول لك على سلوك جامد جدا في الاسماك لو انت استطدت السمكة هوقفها لحزة هتلاقي السن التاني جاب سمكة ليه مجرد ما سمكة شابطت في السن تلاقي هو الفضول يخليه يضرب السن التاني حتى لو هو مش ياكل السن التاني مجرد ما زميله ربط او السمكة اللي عربطت في سن هشوفها ربطة يروح يجرب هو كمان السن التاني فهتاخد سمكتين على طول لو انت وقفت لحزة هتاخد سمكتين ولو انت شكت سمكة وقفت بيدك هيفضل السمكة دي موقفة سيب سيب مش يسيبها ويبشي لازمة يعرف دي هتروح فين او مصيرها هيئي اللي يحصلها فيفضل واقف حواليها ما يمشيش يفضل عايزة شوف الكلام ده شوفه في الحصان وشوفه في البياض وشوفه في الكنيات وشوفه في المرجان وشوفه في انواع كتير وشوفه في الشعور تلما ربطت سمكة او محسناية او اي سمكة ربطتها وقفتها السمكة سير بيفضل الموجود يفضل متعلق لحد ما يشوف انت مصيرها هتعمل ايه خلاص فده انواع من انواع برضو الفضول عنده الفضوله جديد فالسمك بتجمع عن روايح من كل مكان بتجمع عن صوت من كل مكان بتجمع عن نور من كل مكان وعملية النور دي لما بيتجمع بيجيلك سمك من كل مكان ليه بيحصل عملية خوار تجميع اسراب صوت خوار عالي. بيحصل عاملية تسفير في جميلة سمك كبيرة موجودة. حالة حالية بتحصل بص عايز اقولك بيبقى سلسلة غزائية مكتملة فالسمك يجي لك من كل مكان. فهنا مهم جدا موضوع الصوت وموضوع التسفير. وتحايا تليك وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.